إخواني وأخواتي مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد من دورة تعلم C++ على مدرستك كيف أعجبتكم هذه المقدمة؟ حسن جدا إذن في هذا الفيديو سوف نقوم بتصميم برنامج بسيط يعني يقوم بنفس دور اللوغين يعني عندما أنت تريد دخول إلى موقع مثلا كفيسبوك إلى آخره فأنت هناك سكريبت خلف الموقع يقوم بالتحقق من أن بيانتك صحيحة وهو ما سنقوم به الآن وطبعا سوف نستعمل فقط الأشياء التي درسناها إلى حدود ساعة يعني لن نستعمل الأشياء لم ندرسها يعني إذا لم تفهم أي شيء هنا فستجد فيديو عندي بالقناة يشرح لك تلك الأشياء أول شيء سنقوم به الآن وهو أننا سنقوم بجلب ملف قلنا أننا عندما نريد جلب ملف نكتب include ثم سنقوم بجلب ملف string الذي يوجد به العديد من الأوامر الخاصة بالنصوص أو بstrings ثم سنأخذ string الأول سنسميه مثلا الـ username المستخدم ثم سنتركها بهذا الشكل فارغة هذه تعني أن الـ username ستكون فارغة وفيما بعد سنقوم بملئها بشيء معين ثم نأخذ string الذي هو password طبعا ثم سنتركها كذلك فارغة بهذا الشكل ثم سنفهم فيما بعد لماذا سنتركها فارغة الآن سنأخذ هنا يعني متغير آخر نسميه مثلا نعطيه مثلا انتيجر ونسميه مثلا سكسيس سكسس يعني سكسس يعني ونقول صفر يعني صفر بهذا الشكل صفر تعني أنه يعني دائما نحن ما نتوقع في أول مرة أن المعلومات ستكون خاطئة وبعدها سنتأكد كيف سنحول تلك المعلومات إلى معلومات صحيحة يعني لا تخافوا ستفهمون إن شاء الله وأعيدكم بذلك عندما تخرجوا من هذا الفيديو أول شيء سنقوم به سنقوم بكتابة يعني شيء جميل على سطح البرنامج وهو welcome مثلا نكتب welcome to login to admin login يعني واجهة الدخول admin login بهذا الشكل وقلنا فيما قبل يعني أننا يمكننا أن نضعها يعني في نضعها في ستفهمون الآن يمكننا أن نضعها في وسط في وسط واجهات البرنامج باستعمال مثلا نقوم بـ slash t بهذا الشكل حتى تذهب إلى عفوا oh my goodness slash t والتي صلحناها فيما قبل وقلنا أنها تقوم يعني بوضع فراغات ثم سنكتب welcome نقول مثلا فقط admin login ثم نضع هنا يعني علامتان رموز رجوع إلى السطر بهذا الشكل ستفهموا الآن لماذا وضعتوا هذه العلامتين نقوم بتشغيل البرنامج وستفهمون لماذا وضعت welcome admin login إلى آخره كما تشاهدون فهي توجد الآن بالأعلى في الوسط بشكل جميل جدا يمكن كذلك إضافة t أخرى و t أخرى حتى تكون في وسط البرنامج الآن سنأتي وندخل في صلب الموضوع ونبدأ في كتابة السكريبت الخاص بالبرنامج هذا بالأعلى فقط يعني كتابة هذه الجملة على واجهة البرنامج الآن سنأخذ do شرحنا فيما قبل do في الفيديو الماضي شرحنا do ثم سنفتح do بهذا الشكل ماذا سنطلب من المستخدم سنطلب من المستخدم see out يعني حتى لو لم تكن العملية صحة فيجب أن نطلب من المستخدم أن يدخل اسمه وكذلك إذن سنقول له enter username ثم نضعه فراغ ثم نقوم بحفظ ذلك تلك المعلومات في متغير الوسرنين في الأعلى حسن جدا ثم نأتي مرة أخرى ونطلب منه enter the password يعني رجب أن نطلب منه الباسورد حسن جدا ثم سنقوم بحفظ ذلك الباسورد في باسورد أليس كذلك بل هو كذلك إذن سنجرب هنا قمنا بحفظ المعلومات هنا لن أقوم بشرح هذه الأشياء لأنني شرحتها في الفيديو الماضي الآن سنأتي إلى the statement ماذا يعني ما هو الشيء الذي سنقوم به الآن سنقول أنه دعوني أولا أتمم ما يوجد داخل do حتى يعني لا تتلخبطوا لأنني شرحتها لكم فيما قبل بهذا الشكل الآن سنأتي ونضع ال while هنا ونتركها فارغة لأننا سنعود إليها فيما قبل الآن يعني هذه فقط تتبع إلى do لأننا قلنا في do while نضع الدو نفتح مع قفتين ونضع ال while في الأسفل حسن جدا إذن الآن سنأتي إلى الشطر الثاني الشطر الثاني طبعا دعوني أقوم بوضع هذه الأشياء هنا ثم الآن سنأتي إلى طريقة الاختبار أو يعني تأكد من أن الشيء يساوي شيء معين لقد شرحناها في الفيديو الماضي الآن نقول if username تساوي مثلا ماتدور وكذلك ال password لقد شرحنا فيما قبل وال password يساوي مثلا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن نتأكد من هنا أن الشخص هو ال admin سنقول له see out welcome to admin panel welcome to admin panel يعني قام بالدخول على لوحة المدير يعني قام بالدخول ثم سنتركها كما هي ثم سنأتي إلى هنا وسنقوم بتغيير success إلى واحد ستصبح واحد ستعرفوا لماذا سنغيرها إلى واحد ستفهموا الآن success تساوي واحد ثم هنا سنأتي إلى الأسفل ونقول له while يعني مدامة x تساوي صفر قم بنفس العملية إلى أن يتم الدخول على لوحة المدير إذن مدامة success تساوي يعني الصفر قم بنفس العملية قم بتكرار هذه العملية مرارا وتكرارا هنا سنأتي إلى الأسفل ونكتب else من أين أتينا بهذه else؟ أتينا بها من هنا ستتفهمونا إن شاء الله هذا الكود بشكل جميل جداً وستصبحونا مبرمجين على أحسن وجه يعني قلنا سنكتب له try again ونكتب له wrong username or password يعني بهذا الشكل or password حسن جداً ثم سنقول له please try again يعني سنكتب له هنا see out try again في حالة ما كتب يعني المعلومة خاطئة بهذا الشكل ثم سنقوم بإغلاق البرنامج إذن الآن دعوني أقوم بتحليل البرنامج بعض الشيء حتى تفهموا يعني برنامج بسيط جداً هنا وستفهموناه الآن أخذنا متغير username دعونا أولاً بعد أن نقم بتشغيل البرنامج ونتأكد أنه شغال قبل أن نتفسف ونشرحه إذن كما تلاحظون إذن كما تلاحظون لدينا لوحة دخول المؤدير admin login welcome to admin login سأضع الزهير زهير كما كتبتها في البرنامج وأضع الpassword 13456 سيقول لي wrong username or password try again دعوني يعني أقوم بوضع in هنا يعني حتى تصدح لكم الفكرة لماذا قال لي تلك الجملة لأنني وضعت 1 2 3 داخل النقطتين ويجب أن تتركها على شكل أرقام سنجرب مرة أخرى على بركة الله سيشتغل البرنامج إن شاء الله لماذا لم يشتغل هنا يقول لي هناك شيء خطأ دعوني أتأكد أين يوجد خطأ هذه هي البرمجة إخوان نوماتج أوبرايتر يقول لي أن الكود هناك خطأ ما إذن ماذا يوزر نيم يساوي هذا سنترك باسورد هنا نضع باسورد هنا ونشاهد ماذا يحصل مرة أخرى إذن زهير كتبت متاظور وليس زهير فهمت الآن إذن متاظور 1 2 3 4 5 6 حسن جدا سيقول لي وحتى تظهر لكم بشكل جميل جدا سوف نقوم بوضع كل شيء أسفلها بعيد عليها يعني حتى تفهموها الآن دعوني أفتح البرنامج آخر مرة ثم سأشرح لكم الكود حتى يكون الفيديو طويلا متاظور 1 2 3 4 5 6 إذن قلنا أن الكود الآن يشتغل بشكل جيد متاظور 1 2 3 4 5 6 قال لي ولكم تو ادمين بانل لماذا؟ لأن المعلومات التي وضعتها هي صحيحة ماذا إذا وضعت معلومات خاطئة هنا سيقوم بعملية الفورلوب الضواران نفتح مثلا وضعنا اليوزر نيم هو الادمين والباسورد هو 1 2 3 5 بهذا الشكل سيقول لي أن المعلومات خاطئة وسيقوم بطلب مني أن أقوم بالعملية مرة أخرى لا أعرف لماذا لم يعطيني العملية أو لماذا لم يقل لي العملية مرة أخرى آه نعم هنا أخطأت قلت له مادامة تساوي سافر لا تساوي واحد يعني يجب أن أقول له مادامة سكسيس لا تساوي واحد وهنا طبعا هي لا تساوي واحد لهذا يجب أن يقوم بالعملية مرارا وتكرارا دعوني يعني أشرحها بشكل سريع جدا سوف نفتح البرنامج سنضع يعني معلومات خاطئة أدمين 1 3 4 5 سيقول لي أن المعلومات خاطئة وسيطلب مني كما تشاهدون سأكتب مثلا كاكا وأضع الباسوود خاطئ مرة أخرى سيقول لي أن your username is password try again يعني معلومات خاطئة سأضع الآن متاظور التي هي أنا أعرف أنها معلومات صحيحة 1 3 4 5 6 وسيقول لي welcome to admin panel إذن كان هذا هو شرح هنا طبعا تسعة دقائق يعني فهو فيديو طويل إذن حسن جدا فهمتم الآن كيف نستعمل the while ولماذا نستعملها طبعا نستعملها لكي نقوم بطباعة الكود على الأقل مرة واحدة ثم نختار الف statement اللي كان يتأكد من أن معلومات صحيحة أم خاطئة ثم else لكي نقوم بطباعة شيء آخر في حالة ما لم يكن هذا الشرط صحيح وهنا ال while loop تقوم بعملية loop للكود يعني عملية تكرار الكود إلى أن يتغير يعني إلى أن تكون هناك شيء يعني صحيح داخل الكود وهنا قلنا له مدامة success لا تساوي واحد قم بعملية تكرار لهذا الكود وهنا قلنا أنه عندما ينجح في اللوغان يجب أن نغير success إلى واحد وعندها سيتأكد أن success أصبحت تساوي واحد ثم بعدها سيخرج من الكود ويقول لك welcome to admin panel إذن عشر دقائق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته